من القاهرة ينضم إلينا مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية خالد عكاشة وأيضا ينضم إلينا من واشنطن المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية أندرو تابلر أهلا وسهلا بكم أستاذ خالد أبدأ معك ومع التصريحات التي سمعناها من الرئيس الإسرائيلي والردود التي بدأت إن كان من السلطة الفلسطينية أو إن كان حتى من وزير الخارجية المصري وحتى الجانب الفرنسي كان له أيضا موقف بهذا الخصوص كيف يمكن أن يواجه هذا المخطط الذي تصفه السلطة بأنه مدروس ويهدف إلى تهجير كامل سكان قطاع غزة مساء الخير تحياتي لحضرتك والضيف العزيز والسادة المتابعين جميعا يعني أظن أن من الواضح تماما وكما يعني رد الجانب الأمريكي في أكثر من مرة خلال الأيام الماضية حول التأكيد بأن من الواضح أن القيادات الإسرائيلية ليس لديها رؤية واضحة حول مستقبل قطاع غزة ما بعد هذه الجولة يتضح ذلك في عدد كبير من التصريحات التي البعض منها متضارب والبعض منها متناقض لكن يجمعها شيء واحد وهي أنها بعيدة عن الواقعية وعن العملية وإمكانية تنفيذها على الأرض إمكانية أن تبقى القوات الإسرائيلية موجودة داخل قطاع غزة للاعب دور ما إلى الأبد ومن دون صقف زمني هذا أمر افتراضي يجعل الحرب ممتدة إلى ما لا يعرفه أحد إلى تاريخ مجهود وهذا أمر لا أظن أن الرأي العام العالمي على الأقل يتقبله حتى ولو أزحنا جانبا حجم الضمار والتدمير والقتل والضحايا الذين يسقطون كل ساعة الجانب الآخر وهو أن إسرائيل تتعامل مع هذه القضية بمعزل عن الأطراف الرئيسية وهنا أقصد الفلسطينيين كشعب هذه نقطة أولى السلطة الفلسطينية باعتبارها هي السلطة الشرعية المعترف بها دوليا فضلا عن الدول الرئيسية التي هي منخرطة في الصراع منذ عقود والتي وقعت اتفاقيات سلام يبدو أنها الآن تتعرض لاختبار كبير جدا وهنا أقصد مصر والأردن على وجه التحديد باعتبارهما الدولتان التي تحكمهما الجوار الجغرافي مع الجانب الإسرائيلي أظن أن هذه التصريحات وهذه التصورات كما وصفها الجانب الأمريكي بعيدة كل البعد عن الواقعية عن المنطقية هي تتعامل وتتصرف بطريقة أفشت فيها أو أفصحت فيها عن المشروع السياسي لهذه الحرب وهو ما استدعى تدخلا من السلطة الفلسطينية وقيادتها وهو أن تكون أراضي قطاع غزة أو مجمل مساعد غزة منطقة غير قابلة للعيش غير قابلة لإمكانية أن تكون جزءا من كيام فلسطيني مستقبلي هو الدولة الفلسطينية سيد أندرو كيف تنظر الولايات المتحدة لمثل هذه التصريحات من الرئيس الإسرائيلي وخاصة أنها تتزامن مع دخول لمجمع الشفاء وهذا كانت تعترض عليه الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا في ظل الحديث عن مرحلة ثانية واستكمال هذه العملية التي بدأت بالشمال في وسط القطاع وحتى في مناطق جنوب هذا القطاع أعتقد أن هناك شيئين لابد من الإشارة إليهما أولا العملية في مستشفى الشفاء أرى أن الاستخبارات الأمريكية كانت واضحة في تقييمها وقالت إن حماس تستخدم مستشفى الشفاء والجانب الأمريكي رأى أن ذلك يجعل مستشفى الشفاء جزءا من المواجهة مع حماس والمشكلة الكبرى هي أن رؤية إسرائيل البقاء في غزة حسب تصريحات نتنياهو هذا أمر غير مفهوم بالنسبة لأمريكا لأنها لا تعرف مدة محددة قد يكون فكر فيها نتنياهو أم أن ذلك غير محدد كذلك الأمر ينطبق على حديثه عن التوجه إلى جنوب غزة وهذا يثير مخاوف إدارة بايدن ليس فقط إزاء عملية نتنياهو إنما إزاء تلك الخسائر المدنية التي يسببها الجيش الإسرائيلي في صف المدنيين وذلك بسبب العملية التي يشنها وكذلك بسبب التهجير الذي يحدث والنزوح من المدنيين من الشمال إلى الجنوب لذلك هناك مشكلات عديدة الآن تراها الإدارة الأمريكية تتفاقم وهذا يواسع البون بين أمريكا ونتنياهو طيب اليوم تحدثت عن أن الرؤية بالنسبة لبلايات المتحدة غير واضحة لنتنياهو وهذا أصلا سمعناه منذ اليوم الأول عندما كان هناك ضباط أمريكيين أو حتى مستشارين كان هناك حديث بأن حتى الرؤية العسكرية لهذه العملية ليست واضحة وأصلا يمكن أن تطول وبالتالي ما يمكن أن تفعلوا الولايات المتحدة في هذا الخصوص لأن حتى فيما يتعلق بمستشفى الشفاء سيد أندرو كان من ساعة هناك موقف للبلايات الأبيض يقول نثق باستخباراتنا ولكن بعد أكثر من 24 ساعة لا أدلة دامغة على وجود أكثر من ما رأيناه وهو برض الأسلحة داخل المستشفى حتى عن أنفاق ليس هناك بعد أدلة على وجودها لا يمكنني أن أتحدث بشكل حاسم عن هذا الأمر لأنه ليس لدينا الأدلة الكاملة لكن بشكل عام يمكن القول أن كون حماس تنشط من داخل المناطق المدنية وكذلك تنفد هجماتها من قطاع غزة ضد إسرائيل وتطلق سواريخها من أماكن مدنية هذا استخدم كذريعة لشن هذه العملية لتوغل البري الإسرائيلي في غزة ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تعرف هدف هذه العملية العسكرية ومآلها خصوصا أن عدد الخسائر المدنية في تزايد وهذا يخلق توترا ليس فقط بين إسرائيل وخصومها وإنما بين إسرائيل وشركائها وحلفائها وهذا ينطبق كذلك على حليفتها أمريكا خصوصا أنه معروف أنه ليس هناك أدلة قدمت بشكل شاف إلى الآن باستثناء أدلة محدودة قددت على شكل بعض الأسلحة وبعض الأشياء أعود إليك أستاذ خالد كان هناك أيضا عدة مواقف لوزير الخارجية حذرة فيها وليس الموقف الأول الذي يحذر فيه من تهجير قصري للفلسطينيين كان هناك أيضا مطالب للولايات المتحدة بالعمل على منع ذلك وعلى حتى وصول إلى وقف إطلاق النار ما السبيل اليوم في ظل الاستمرار بهذه العملية وفي ظل استمرار النزوح الفلسطيني يعني اليوم ما يجري يصفه البعض بأنه أصلا أصبح تهجيرا قصريا لأنه لا يمكن لهؤلاء أن يعودوا إلى المناطق الشمالية حتى لو أنهت اليوم إسرائيل عمليتها هناك يعني هذه نقطة في غاية الأهمية الحقيقة وتنظر إليها قاهرة وننظر إليها جميعا كمراقبين محيدين بقدر كبير من القلق خاصة مع بدء التهديد الإسرائيلي لمدينة خاني يونس عندما نتحدث عن 2.3 مليون نسمة أجبرتهم القوات الإسرائيلية على النزوح في بداية الحرب حاولت أن تسوق وتروج بأن الجسم الرئيسي للجهد العسكري لحركة حماس موجود في الشمال وكانت تقوم بإلقاء المنشورات على السكان في مناطق الشمال بأن ينزحوا إلى جنوب ودي غزة كي ينعموا بالأمن حتى تنهي عملياتها اليوم بعد أن تكدس هؤلاء جميعا في هذه المنطقة المحدودة جغرافيا بشكل خانق بدأت تتحدث عن أهداف جديدة مختلقة في مدينة خاني يونس وهنا يكمن الخطر الكبير وهو أن فضلا عن عدم إمكانية عودة هؤلاء المواطنين الفلسطينيين إلى المنطقة الشمالية ولكن أن تقوم إسرائيل بممارسة نفس الفصل العسكري الذي أنتجته في الشمال تقوم بالضغط للمرة الثانية على هؤلاء في المناطق الجنوبية من قطاع غزة ومن ثم يصبح تهجيرهم إلى الأراضي المصرية لا فكاك منه وأصبح ضرورة وحتمي حتى على المستوى الإنساني هذه فرضية وسيناريو سيء للغاية ربما هو ما استدعى التدخل الأمريكي ويعطاء بعض من التحفزات لكن لا أظن مها كافية أعتقد الأمر يحتاج إلى قدر أكبر من الإرادة الأمريكية أن تقوم بتقديرات موقف حقيقية على الأرض أظن أن تجربة مستشفى الشفاء قد تحمل في طياتها أن الجانب الإسرائيلي يخترع أهدافا وهمية يقوم على إثرها بالترويج والتصويق لأن هذا الهدف هو المركز والعملياتي وأن المحتجزين مختطفين أسفل هذا المنزل المراقب لكل وسائل الإعلام والتصريحات الرسمية الإسرائيلية قبل 48 ساعة من اقتحام مستشفى الشفاء يظن بأن هذا هو الهدف الرئيسي والأخير لهذه العملية العسكرية بمجرد أن يكتشف الجميع بأنه لم يكن هناك سوى الأطفال والمرضى وأطقم التمريض والصحة يبدأ في البحث عن هدف آخر ويقوم بنفس العملية من التصويق هذه أمر بالغ الخطورة وهو يقلب الأوضاع ويقلب المعادلات وأعتقد أنه هو مستلزم ردودا مصرية حاسمة أو تجديد الرد المصري إذا جاز التعبير لأن مصر ترى هذا المشروع من اليوم الأول ولذلك سارعت بتسجيل رفضها الكامل لمسألة دفع هؤلاء الفلسطينيين إلى التهجيل لا لمصر ولا لأي دولة أخرى سيد أندرو اليوم هذا المخطط أو حتى الحديث عن العملية في جنوب القطاع كيف يمكن للولايات المتحدة أن تغير مقاربتها لأنه حتى بعض التعليق على بعض ما تقوم به إسرائيل في عملياتها في قطاع غزة يعني تبدلت نوعا ما التعبير المستخدمة من الجانب الأمريكي هل يمكن أن نلمس أي تغيير في هذا الإطار أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول خلف الكواليس أن تتعامل مع هذه المخاوف وتضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل بدل جهود أكثر حتى تحقن دماء المدنيين وحتى لا يتم إجبار المدنيين على النزوح أو التهجير وأمريكا كانت واضحة بخصوص عدم السماحة بتهجير المدنيين وأعتقد أن على أمريكا أن تزيد ضغوطها هنا كيف يمكن للولايات المتحدة أن تزيد ضغوطها خاصة أنه بالأمس كان هناك تصريحات لرئيس الحكومة بن يمين نتنياهو قال فيها أنه ليس هناك مكان في غزة لن نصل إليه أليس هذا رسالة واضحة إن كان للفلسطينيين وإن كان لدول المنطقة أو إن كان للولايات المتحدة بأنه إسرائيل عازمة على استكمال هذا المخطط أعتقد أن الخطوة التالية التي يجب اتباعها من قبل إدارة بايدن يجب أن تكون الانتقادات وطرح أسئلة عن الفحو الحقيقي لهذه التصريحات من الجانب الإسرائيلي وعن ما هي الأهداف الحقيقية للحكومة الإسرائيلية أعتقد أنه يجب تشارك ذلك مع الجمهور ويجب مطالبة حكومة الإسرائيلية بتوضيح أهدافها على المدى القريب وتكتيكاتها أيضا إلى جانب أهدافها وخططها بعيدة المدى أعتقد أن التحدي الأكبر والحقيقي لن يكون فقط العملية ضد حماس وإنما ما الذي ستفعله إسرائيل بعد إنهاء الحرب وبعد أن يتم تطبيق وقف إطلاق النار وكيف سيتمكن المدنيون من التحرك وسياسيا من سيحكم قطاع غزة وأرى أنه عندما تقول إسرائيل إنها ستبقى في قطاع غزة هذا يقلق الإسرائيليين لأنهم أنفسهم لا يريدون أن يحدث ذلك وكان لهم تجربة في هذا الصدد في السابق كان هناك تجارب في لبنان عندما يكون هناك احتلال عسكري ولم يكن يحقق الأمانة للشعب الإسرائيلي لذلك ستكون هناك أسئلة عديدة للحكومة الإسرائيلية يجب أن تجيب عنها وطبعا هذه الأسئلة لن تصدر من أعداء إسرائيل بالضرورة لكن حتى من حلفائها وهذا يجب أن نتابعه سريعا أستاذ خالد أيضا للرئيس الإسرائيلي كان موقف ملفت وقال فيه بأن جيراننا في المنطقة سيكون لهم بعض المشاركة في النظام الذي سيوضع بعد فترة من الصراع ما وقعية الحديث اليوم عن مستقبل القطاع ونحن في ظل هذه الحرب المستمرة والدائرة ونحن في ظل حتى سفقت تبادل لمحتجزين كل يوم نسمع بأنه اقتربت فعليا من إتمامها بأشكال وسيناريوهات مختلفة أشكر حضرتك لأنك ضربت مثلا بصفق التبادل الأسرة والتي هي تراوح مكانها منذ ما يزيد العشرة أيام رغم أن كافة الأطراف المنخرطة في هذه الصفقة يبزلون جهدا كبيرا وأتموا عملهم وأتموا كل شيء من أجل إتمام هذه الصفقة لكن المراوغة الوحيدة والمماطلة تأتي من الجانب الإسرائيلي في محاولة لاستثمار الوقت من أجل المزيد من التدمير هذا هو الواقع على الأرض الرئيس الإسرائيلي عندما يتخيل أو يتوهم بأن الدول الجوار سيكون لها أدوار وكأنه يوزع الأدوار هو نوع من أنواع الهروب من الواقع الواقع أن إطلاق النار لم يقف بعد الواقع أن الجيش الإسرائيلي بعد أربعين يوما من القتال لم يقدم أمام عدسات أي كاميرا مستقلة أو حتى إسرائيلية القبض على فرد واحد من مقاتلي حماس أو جثمانه حتى لو كان مقتولا هل تصارع إسرائيل الأشباح في هذه المنطقة الموجودة على الشاشات هو مدنيين ونساء وأطفال فالرئيس الإسرائيلي يشغل العالم بمثل هذه الأطرحات بعيدة كل البعد عن الواقع وعن أدوات الأزمة ومكونات الأزمة الحقيقية وهي أن النيران لازالت مشتعلة حتى اللحظة في كل الاتجاهات داخل قطاع غز شكرا جزيلا لك من القاهرة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية خالد عكاشا وأيضا الشكر لضيفنا من واشنطن المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية أندرو تابلر شكرا جزيلا لكما